موسيقى الرئيس السيسي يوجه بالزيادة إرادة الدولة والتركيز على تعزيز الإنفاق على قطعات التنمية البشرية مصر تدين اقتحام وزيرين ومئات المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى وتؤكد أن التصرفات الإسرائيلية تعد خرقا للقانون الدولي مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة اليوم لبحث مجزرة مدرسة التابعين التي راح ضحيتها أكثر من مئة شهيد وعشرات المصابين السادسة مساء بتوقيت القهرة السالسة بتوقيت جريناتش نشرة من الإخبارية المفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري مرحبا بكم عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كوجوك وذلك لمتابعة مؤشرات لدى المالي للموزنة العامة وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي بأولوية مواصلة وثكتيف جهود الحد من التضخم وذلك من خلال برامج وسياسات متكاملة ومتصقة مع ضمان توافر السلع والخدمات بالأسواق للمواطنين اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد أحمد كوجوك وزير المالية وذلك لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول جهود الحكومة لتنفيذ مستهدفات الموازنة وتحقيق التوازن المالي مع الحفاظ على استكمال برامج التنمية بهدف تعزيز التنافسية في الاقتصاد الوطني وتحسين الانتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلى كذلك تحسين مؤشرات الموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية وفي ذلك الإطار وجه السيد الرئيس بأولوية مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم من خلال برامج وسياسات متكاملة ومتسقة مع ضمان توفر السلع والخدمات بالأسواق للمواطنين والاستمرار في زيادة الانفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ورفع جودة الخدمات المقدمة في تلك القطاعات للمواطنين كما تطرق الاجتماع إلى آليات تحقيق الاستقرار الضريبي لدفع التدفقات الاستثمارية في إطار زيادة معدلات النمو الاقتصادي حيث اطلع السيد الرئيس على جهود الحكومة ووزارة المالية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بأعداد حزمة متكاملة من التيسيرات الضريبية لحوكمة وتحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب خاصة من خلال تعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة وذلك بهدف التطوير الشامل للمنظومة الضريبية وتحقيق تحسن ملموس على صعيد تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وبناء شراكة تنموية حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه باستمرار العمل على إحكام التوازن المالي للموازنة العامة وزيادة إيرادات الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل مع التركيز على تعزيز الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية بما ينعكس على تحسين آداء الاقتصاد الوطني وتنافسية مجتمع الأعمال وتحسن مستوى المعيشة تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس شركة هاير مصر المرحلة التالية من مجمع مصنع العشر من رمضان وأكد رئيس الوزراء احرص الحكومة على استمرار تقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لشركة هاير العالمية لإقامة مجمع الشركة الصناعية المتكامل بمدينة العشر من رمضان مجددا التأكيد على إطاحة الدعم الكامل لتعزيز دور قطاع الصناع في تحقيق الأهدف الاقتصادية المرجوة من جهته تطرق رئيس شركة هاير مصر إلى عدد من المشروعات المستهدفة خلال الفترة القادمة استغلالا لما هو متاح من فرص استثمارية واعدة على أرض مصر بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مبولي مع مسؤول مجموعة المنصور للسيارات عددا من المقترحات حول التوسعات المستقبلية للشركة في مصر خلال الاجتماع أكد رئيس المجموعة السعي للتوسع في قطاع تصنيع محليا من خلال مصنع الشركة القائمة في مصر وأشار إلى توجيه أغلب الانتاج للتصدير هذا فضلا عن تغطية احتياجات السوق المحلية كما تم استعراض جهود مجموعة المنصور لتصنيع السيارات الكهربائية وخططها لتوطين تلك الصناعة حيث أكد رئيس الوزراء دعمه لتلك المقترحات المقدمة من قبل الشركة ووجه بدراستها للنظر في إمكانية تطبيقها شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد سقر تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوية للجيش الثاني الميداني والذي استمر لعدة أيام ويأتي ذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة شهد الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تم في ذا مرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثاني الميداني والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وألقى لواء أركان حرب ممدوح جعفر قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أشار خلالها إلى حرص رجال الجيش الثاني الميداني على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن وقدسية أراضيه مهما كلفهم ذلك من تضحيات بدأت المرحلة الرئيسية بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع والتي عكست الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز لكافة العناصر المشاركة بالمشروع وكان الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شاهد إحدى مرحل المشروع والتي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة من مختلف المستويات وناقش عددا من المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم وكيفية اتخاذ القرار الأمثل لمجابهة كافة المواقف المفاجئة أثناء إدارة العمليات وفي سياق متصل التقى الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتلي الجيش الثاني الميداني وكلية الضباط الاحتياط ومعها الضباط الصف المعلمين حيث نقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بالفرض المقاتل مؤكدا أن التدريب هو جوهر الكفاءة القتالية وعامل الحسم لنجاح القوات في تنفيذ مهامها بكفاءة واقتضار كما وجه الشكر إلى رجال الجيش الثاني الميداني على ما قدموه من تضحيات بالغالي والنفيس لتكفيف منابع الإرهاب وتهيئة المناخ لبدء عملية التنمية والبناء بأرض سيناء الغالية وطالب رجال القوات المسلحة بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام والمسئوليات المكلفة بها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية إن التاريخ ستوقف طويلاً أمام تلك الحرب يسجل بأساتاً كبرى عنوانها الإمعان في القتل وسار شعب كامل وتجويعه وترويعه وأكد مجدداً أن مصر ستظل على موقتها السابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية واهم من يتصور أن الحلل الأمنية والعسكرية قادرة على تأميد البصاني أو تحقيق الأمن أدانت مصر اقتحام وزيرين إسرائيليين وأعضاء في الكنسة الإسرائيلي ومئات المسوطنين والمتطرفين لباحات المسجد الأقصى الشريف ورفع العلم الإسرائيلي داخله وذلك تحت حماية من الشرطة الإسرائيلية وتزامناً مع منع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى وفي بيان لوزارة الخارجية شددت مصر على أن تلك تحقيقات تصرفات غير المسؤولة والمستفزة تمثل خرقاً للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ويعكس استمرار تكرارها ووتيرتها سياسة منهجة يتم تنفيذها على الأرض وهو ما يستدعي العمل على وقف مظاهرها بصورة فورية والالتزام بالحفاظ على الوضع القانوني القائم وأكدت مصر على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بدور فاعل في مواجهة تلك الانتهاكات التي تهدف لتأجيج المشاعر وإفشال جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة حذر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيلة بوردينة من تداعيات الاستفزازات الخطيرة لاقتحمات مستوطنين إرهابينا للمسجد الأقصى المبارك محملاً الحكومة الإسرائيلية تمسؤولية هذه الممارسات وخطورتها في استفزاز مشاعر الفلسطينيين والمسلمين والعرب وطلب أبوردينة الإدارة الأمريكية بتدخل بشكل فوري لإجبار حكومة الاحتلال على وقف هذه الاستفزازات بحق الأماكن الدينية المقدسة ويأتي ذلك فيما أكدت الخارجية الفلسطينية أن اقتحم المتطرفين للأقصى يأتي في إطار الاستهداف المتواصل القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية للتطرف عنوان وهذا الوزير الإسرائيلي هو عنوان التطرف في حكومة الاحتلال إتمار بنجفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي اقتحم بصحبة أعضاء بالكنسة ومئات المستوطنين والمتطرفين باحات المسجد الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي داخله كل ذلك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية وبالتزامن مع منع المصولين الفلسطينيين من دخول المسجد الشريف بنجفير خلال اقتحامه للمسجد الأقصى زاد من استفزازاته وقال إن هناك تقدما كبيرا في فرض السيادة والسلطة على المسجد مشيرا إلى أن سياسات الحكومة تضمن لليهود الصلاة في بحاته زيارة تلقي بمزيد من الزيت على النار المشتعلة بالمنطقة وفي تعليقه قال مكتب رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو إنما قام به الوزير بنجفير انحراف عن التفاهمات المستمرة منذ عقود في المكان والتي تحضر العبادة اليهودية هناك من جهته قال زعيم المعارضة لإسرائيلية ياير لابيد إن حملة وزير الأمن القومي الإسرائيلي داخل المسجد الأقصى تعرض حياة الإسرائيليين وقوات إسرائيل للخطر كانت آخر زيارة لبنجفير للمسجد الأقصى في يوليو الماضي ودائما ما تؤجي مثل هذه الزيارات التوترات بشأن الحرم القدسي في وقت يتهدد المنطقة خطر نشوب صراع إقليمي واسع إثر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وتداعياته أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش أكد أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض سيسة الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصرية أضف الهباش أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تتحمل المسئولية تكامل عن كل ما يحدث من تصعيد على الأراضي الفلسطينية تتحمل المسئولية عن كل ما يجري هو رئيس الوزراء الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية بدون كثير هو وزير في حكومة نتانياو ويأتمر بأمر هذه الحكومة وبأمر رئيس الحكومة وما قام به اليوم هو تعبير عن حقيقة وطبيعة هذه الحكومة الحكومة التي لا تؤمن لا بتهدئة ولا بوقف للعدوان وتقوم كل استراتيجيات أو كل سياساتها على استمرار العدوان وتكريس الاحتلال ومحاولات فرض الأمر الواقع للشعب الفلسطيني تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك هذا الذي يحفظ لن يلقي بظلال قاتمة فقط على موضوع التهدئة وإنما على كل المشهد العام في المواجهة بيننا وبين الاحتلال الشعب الفلسطيني لم يسلم بالسيطة الإسرائيلية على المسجد الأقصى ولا باستمرار الانتحاكات وهذا أمر سيفتح الباب أمام تصعيد أشد خطورة ولا يجب أن يلوم أحد الشعب الفلسطيني على أي رد فعل نتيجة بهذه الانتحاكات أداناً لبرلمانو العربي اقتحام وزيرين إسرائيليين وماءات المستوطنين المتطرفين باحات الأقصى ورفع علم الاحتلال داخله تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية ودعا البرلمانو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الانتحاكات مطالباً بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وصوني حقوقه ومقدساته إن مصر أدانة منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاتي على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتحجير قصري غير مقبولة أعلنت حركة حماسة أنها استهدفت مدينة تل أبيب وضوحيها بصاروخين من تراز أم تسعين وذكرت وسائل علام إسرائيلية أنه تم سماع ذوي انفجارات في تل أبيب لكن لم ترد أي تقارير عن خسائر بشرية أكدت السلطات الصحية في غزة أن القطاع شهد 3400 مجزرة على أيدي قوات الاحتلال منذ بدء العدوان وأشارت السلطات إلى تسجيل 16 ألف طفل شهيد منذ بداية العدوان وأن هناك أكثر من سبع مقابر جماعية داخل المستشفيات ولفتت إلى وجود 91 ألف جريح على الأقل لا يتلقون العلاج الكامل وأوضحت السلطات الصحية أن العدوان الإسرائيلية تسبب في استشهاد 39929 فلسطينيا وإصابت 92 ألفا ومائتين وأربعين منذ السابع من أكتوبر استشهد شاب وأصيب ثلاثة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينتي رمالة والبيرة هذا وأعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى 624 شهيدا منذ هجمات السابع من أكتوبر الماضي قال الرئيس الروسيف لعدمير بوتين أن روسيا تتابع بألم وقلق بالغين الكارثة الإنسانية التي تحدث في فلسطين وخلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس أشار بوتين إلى أن روسيا تفزل قصارى جهدها لدعم الشعب الفلسطيني حيث تم رساله حوالي 700 طن من البضائع من مختلف الأنواع وتفزل أيضا قصارى جهدها لاستغلال كل فرصة لدعم الشعب الفلسطيني بسبب الضغط الأمريكي بسبب الموقف الأمريكي يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا طارئا حول الغرة الإسرائيلية التي استهدفت مدرسة التابعين في قطع غزة في مطلع الأسبوع وراح ضحياتها أكثر من مئات شهيد وعشرات المصابين تأتي الجلسة بطلب من الجزائر بتشور مع فلسطين حسب وكالة الأنباء الجزائرية خفضت وكالة فيتشل التصنيف الأتماني خفضت التصنيف الأتماني لإسرائيل درجة واحدة وأبقت على نظرتها المستقبلية عند مستوى سلبي وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى وحذرت الوكالة من أن حرب إسرائيل في قطع غزة ستنقي بضلالها على النشاط الاقتصادي خاصة مع وجود مخاطر من التسعي الصراع مما يتطلب إنفاقاً عسكرياً إضافياً خفضت وكالة فيتشل التصنيف الأتماني لإسرائيل درجة واحدة من A+. وأبقت على نظرتها المستقبلية عند مستوى سلبي وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى الوكالة حذرت من أن حرب إسرائيل في قطاع غزة قد تستمر حتى عام 2025 وتلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي مع وجود مخاطر من التسعي الصراع إلى جبهات أخرى وهو ما يعني بالإضافة إلى الخسائر البشرية أن يتطلب الوضع إنفاقاً عسكرياً إضافياً كبيراً بشكل دائم بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب ووفقاً لفيتش فقد تأثرت المالية العامة حيث من المتوقع أن تسجل إسرائيل عجزاً في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي على الأجل المتوسط وتوقعت الوكالة أن يواصل دين البلاد الارتفاع بعد عام 2025 إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري والضبابية الاقتصادية فيتش أكدت أيضاً أن استمرار النزاع سيتسبب في مزيد من التعطيل لقطاعات السياحة والبناء والإنتاج في المناطق الحدودية وهو ما يؤدي إلى مزيد من التداهور في مقاييس الاقتمان الإسرائيلية وبحسب البيانات الرسمية فإن كلفة الإنفاق العسكري في إسرائيل بلغت 19 مليار دولار منذ 7 أكتوبر الماضي ومن المتوقع أن تصل إلى 67 مليار دولار بحلول عام 2025 هذه التكلفة ستكون الأكبر من بين حروب إسرائيل المختلفة بسبب الإنفاق العسكري الضخم واستدعاء مئات الألاث من جنود الاحتياط الذين يمثلون القوى العاملة في قطاعات رئيسية مثل السياحة والتكنولوجيا ترجمة نانسي قنقر يستمر استفاف مئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدة الإنسانية إلى غزة على امتداد الطرق المؤدية إلى معبر الرفح من مدن العريش وشيخ زويد حتى رفح ما بين شاحنات مواد غذائية وإغاثية وطبية ومشتقات بترولية يأتي هذا في الوقت الذي تمارس فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية حالة التعنت والتعصف تجاه استقبال المساعدات الإنسانية من معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم حيث لم تمر اليوم سوى ثماني شاحنات محملة بالمواد البترولية مزيد من التفاصيل يطلعن عليها مرسل التلفزيون المصري رامي محمد بعد التحية في هذه المتبعة لأوضاع المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة والمدنيين هناك ربما الصورة تتحدث بشكل أوقع من الكلام استمرار لحالة استفاف مئات الشاحنات والعربات بطول الطرق المؤدية من مدن العريش والشيخ زويد إلى مدينة رفح ومن ثم الدخول من معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم هذه الشاحنات التي تقدر بأكثر من 1260 شاحنة منوعة ما بين مساعدات إغاثية وغذائية وأدوات طبية وأدوية وأيضا مشتقات بترولية يقف أمامها عائق كبير وهو حالة التعنط الإسرائيلي والمتمثل في التباطؤ والإجراءات التعسفية وأيضا الرفض والإغلاق في أحيان كثيرة للمعابر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا التعنط وسط تحذيرات أممية كبيرة من استمرار حالة نقص المياه والوقود والغذاء وأدى ان اتباع سياسة التجويع داخل قطاع غزة بحق المدنيين مع استمرار القصف وغارات الإسرائيلية على المناطق المتفرقة بقطاع غزة هذه الحالة ربما نراها الآن من خلال استخاف لأيام كبيرة وطويلة وفترات كثيرة من قبل المساعدات المقدمة من عدد من الجهات المتنوعة والمتعددة سواء نتحدث عن الجهات والمؤسسات المصرية والعربية والدولية وأيضا مشاركة كبيرة للمنظمات الأممية بحق المدنيين في قطاع غزة هذا هو المشهد وإليكم الكلمة ونشرة السادسة متواصلة معكم وتتابعون فيها إيران تنتقد دعوات غربية لحثها على عدم الرد على إسرائيل وتل أبيب تهدد بضرب العاصمة تهران ردت إيران على دعوات الولايات المتحدة ودول أوروبية لها إلى التراجع عن تهديدها لإسرائيل مؤكدة أنها لا تطلب الإذن من أحد للرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن الدعوات التي وجهتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا لطهران لضبط النفس فيما يتعلق بالرد على إسرائيل تفتقر للمنطق السياسي وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إبلغة لأبيب لحلفائها باعتزامها الرد على أي هجوم إيراني بضرب أهداف في قلب إيران وإتذلك في ظل حالة من التوتر الذي يسود الداخل الإسرائيلي وسط استعدادات متواصلة لسيناريوهات الرد الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران نقلت صحيفة معاريفة عن رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بن جانس قوله إن إيران وحزب الله سيدفعان ثمنا باهظا إذا هاجم إسرائيل وعضاف جانس مجلس الوزراء الإسرائيلي المصاغ للشؤون السياسية والأمنية والذي يديره بنيامين نتنياهو غير مؤهل لإنجاز مهمته كما أن حكومته بأكملها غير مؤهلة لتحقيق هدفها استهدف حزب الله اللبناني تجهيزات تجسسية في موقع ماسكاف عام وتجمعا لجنود إسرائيليين في محيط ثقنات ميتات وأعلن حزب الله أنه تمت إصابة الأهداف إصابة مباشرة وفي سياق متصل خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت على دفعتين في أجواء قرى وبلدات قضاء سور وصيداء وزهران كما تعرضت أطرف بلدات النقورة لجهة وادي حمول في القطع الغربي لقصف مدفعي معادل أكدت أوكرانيا أنها ستوقف هجماتها على منطقة كورسك إذا وما فقت روسيا على سلام عادل أضفت وزارة الخارج الأوكرانية أن أوكرانيا لا تسعى إلى ضم أراضي روسية لكنها تهدف إلى إقامة منطقة عازلة عند الحدود لحماية شعبها وجيشها من القصف الروسي وإضعاف حجوم روسيا الذي يواصل التقدم في شرق أوكرانيا نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جونفير ما تردد عن تورط الإدارة الأمريكية في أزمة بنغلاديش بما فيها مظاهرات الاحتجاج التي أدت إلى مصرع مئة الأشخاص وقالت المتحدثة أن أي تقارير أو شائعات ترددت حول تورط الإدارة الأمريكية في تلك الأحداث هي تقارير وشائعات كذبة وغير حققية يذكر أن رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة والتي تتواجد حاليا في الهند اتهمت واشنطن بالعمل على عزلها من السلطة لعدم تسليمها جزيرة سانت مارتن والتي كانت ستمكن الولايات المتحدة من السيطرة على خليق البنغلا ترجمة نانسي قنقر تتواصل فعاليات النخة الثانية من مهرجان العالمين والتي تشهد حفلة غنائية وعروضا فنية إضافة لعدد من الفعاليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان هذا وتشهد مدينة العالمين الجديدة أقبالا كبيرا من السائحين والزائرين للاستمتاع بفعليات المهرجان المتنوعة والتي تقام في عدد من الأماكن السياحية وترفهية بالمدينة انطلق معرض تنمية الأسرة المصرية تحت أضواء مهرجان العالمين الجديدة على مساحة 500 متر مربع في أرض المعارض بمدينة العالمين الجديدة ليبرز براعة الأنامل المصرية في فنون الحرف اليدوية وتتألق الفعاليات بعروض حية لصناعة الخزف والأرابيسك وتدريبات حرفية للأطفال والكبار ويستمر المعرض حتى الخامس والعشرين من شهر أغسطس كمنصة لدعم الإبداع المصري في الحرف اليدوية هي أنامل مصرية تبدع في صنع المنتجات اليدوية المختلفة والتي يروج لها معرض تنمية الأسرة المصرية ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بهدف التسويق للمنتجات الحرفية المعرض هي من ناحية البرتشن نفسه الخدمات المقدمة لي احنا اي حاجة نعوزها متوفرة فكرة انه هو بقى في العالمين دي حاجة حدش كان يعني يتخيلها انه هو يبقى متواجد جوه العالمين في العز السيزن شغلي خيامية كله هند ميت والشغل ده جاي من السعيد كله ستات وبنات في السعيد الورش بتاعت كلها في المانيا الخيامية دي عبارة عن أقمشة برسم القومشة الأول وبعد كده بأشتغلها بالقومش فوق بعضيه كله طراز سيناوي من أول الشلات والعبيات والجاكت التطريز السيناوي وكمان فيه شغل خرص برضو كان من ضمن التدريبات اللي اتدربنا فيها في المجلس القومي للمرأة المنتجات بتاعتنا بتتم من خلال سيدات مصريات وسوريات بنحاول أن نعمل لها شكل مختلف من أن نعمل لها إضافات جديدة زي إضافة الخيود وإضافة قطع النحاس المفرغة أنا بشتغل مفروشات باتش وورك والباتش وورك هو تركيب قطعة مترزة على قطعة سيدة فبنتج مفارش، بنتج ملايات، بنتج فوت، بنتج ملابس على مساحة ألفي متر مربع يقام معرض تنمية الأسرة المصرية بأرض المعارض بمدينة العالمين الجديدة وذلك بمشاركة 76 من العارضات التي يقدمن منتجات من الخزف والمفروشات والاكسسوارات المختلفة بالإضافة لوجود بعض المبادرات الخاصة بتعليم وتدريب وتمكين الفتيات فضلا عن مشاركة بعض الجهات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعية لتقديم خدماتهم المختلفة بالمعرض عندنا ورش عمل الأسعافات الأولية، ورش التدريب على الأسعافات الأولية وأساسيات دعم الحياة عندنا زي ما حضرتك شايف ورش مران نامج صحة وسلامة المعني بتقديم أو نشطة تعليمية وتدريبية للأطفال برضو على الأسعافات الأولية الجزء المخصص للأطفال وكمان خطط التعامل أثناء التوارئ برضو للأطفال بشكل تعليمي طرفيه بسيط يقام على هامش المعرض بعض العروض الحية لصناعة الخزف والأرابسك بالإضافة لعروض حية للكبار والأطفال لتعليمهم مجموعة من الحرف ويستمر المعرض حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري وسط دعم كبير يقدم للعارضات من إدارة مهرجان العالمين الجديدة محمود جميل، التلفزيون المصري وللمزيد عن فعليات مهرجان العالمين الجديدة نبقى مع زميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري محمود بعد التحية ماذا عن معرض تنمية الأسرة المصرية وماذا أيضا عن الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية المختلفة لديك في العالمين أرحب بكم من مدينة العالمين الجديدة لازلنا نتابع معكم الأجواء المختلفة في مهرجان العالمين الجديدة وربما كما تبعتم من كلال هذا التقرير الذي يصلت الضوء على معرض تنمية الأسرة المصرية الذي يقام على أرض المعارض وهذه المنطقة التي خصصت للمعارض للمنتجات اليدوية هو لأول مرة يكون موجود في النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة وهذا يأتي من حرص الشركة المتحدة على تواجد كل المنتجات وكل المنتجين وتشجيعهم بالطبع على هذه المصنوعات اليدوية المختلفة من السيدات العارضات وهذا المعرض يستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري أما في هذه المنطقة المقابلة لمعرض تنمية الأسرة المصرية نتواجد في المنطقة الشاطئية ربما تتابعون من خلف بعض الأنشطة المختلفة لطلاب الجامعات المستمرة في المنطقة الشاطئية والمميز في مهرجان العالمين في النسخة الثانية أننا في كل منطقة وفي كل يوم نرى تعاون جديد بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعدد من الوزارات والمؤسسات هذه وزارة التعليم العالي التي تشارك عن طريق طلاب الجامعات نتحدث اليوم عن جامعتين المنوفية وجامعة قناة السويس يشاركون في هذه الأنشطة المختلفة في الفنون التشكيلية يجسدون المناظر والمشروعات العمرانية المختلفة في مدينة العالمين الجديدة يجسدونها بأقلامهم من خلال الرسومات الخاصة بالفنون التشكيلية بالإضافة إلى ملعب كرة القدم أيضا من خلف الذي يستضيف بعض مباريات كرة القدم لجامعة قناة السويس فبالتالي هناك عدد كبير من المشاركات الطلابية المتواجدة في المنطقة الشاطئية للمشاركة في مهرجان العالمين الجديدة وربما كنا نتابع خلال الأيام السابقة ردود فعل هؤلاء الطلاب يعبرون عن مدى سعادتهم بوجودهم وإشراكهم في فعليات مهرجان العالمين الجديدة ورؤية التطور العمراني والتعرف على الوجهة السياحية المهمة وهي مدينة العالمين الجديدة بالإضافة إلى ذلك أيضا يستعد ملعب البادل ببعض التمارين الخاصة باللعبين المشاركين في بطولة البادل التابعة للاتحاد المصري للبادل التي ستنطلق غدا في هذه المنطقة على ملعب البادل بالإضافة إلى أن إدارة المهرجان اليوم أعلنت عن ثلاث فعليات هامة ستكون وستنطلق خلال هذا الأسبوع نتحدث عن مهرجان الطعام الذي سينطلق في السادس عشر من أغسطس وأيضا حفلة مصار إجباري وحمزة نمرة وسعاد مسي في السادس عشر أيضا من هذا الشهر الجاري بالإضافة إلى الموترويك والموترسبورت وبعض سباق السيارات أيضا في هذا الأسبوع تحديدا يوم الخميس القادم بالإضافة إلى بعض الفعاليات الأخرى على هامش فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية شكرا جزيلا لك محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من مدينة العالمين الجديدة أعلن نائب ورئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار تقديم أكثر من ثمانية عشر مليون خدمة طبية من خلال حملة مئة يوم صحة وذلك منذ إطلاق رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبوري نسخته الثانية في جميع محافظات الجمهورية برعاية الرئيس السيسي ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة وأماكن تمركز العيادات المتنقلة لاستفادة بالخدمات أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى غير المسنين وغير القادرين على الحركة وذلك عبر الخط الساخن للوزارة استكملت وزارة الصحة والسكان تنفيذ المرحلة الأولى من خطتها بالمرور الميداني على المنشأة الطبية في محافظات الصعيد ورصدت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية وترخيص وإدارة العلاج الحر بمحافظة قنى عددا من المخالفات في بعض المنشأة الطبية الخاصة من ضمنها عدم اتباعهم اشتراطات الترخيص ومكافحة العدوى حيث يجرى اتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها أجرى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية دكتور أحمد أسوكي جولة تفاقدية في عددا من المنشأة الصحية التابعة للهيئة في محافظة بورسعيد وحرص رئيس الهيئة على التحدث إلى الأطقم الطبية والإدارية في المنشأة الصحية للاستماع إلى مقترحاتهم لتطوير الخدمات الصحية واستطلاع آراء المواطنين حول جودة الخدمات الطبية المقدمة لتعزيز مستوى الرعاية الصحية وتلبية احتياجات وتطلعات المواطنين بأفضل شكل ممكن وجهت وزيرة تضمن الاجتماعي مايا مرسي فريق تدخل السريع المركزي بالوزارة بإنقاذ عدد من حالات الأشخاص بلا مأوى وادرست حالتهم ورعايتهم بمؤسسة الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة في مختلف محافظات الجمهورية أوضحت الوزارة أن فريق تدخل السريع المركزي تعامل مع عدد من الحالات من بينها حالة مسن بلا مأوى حضرة لديوان الوزارة يطلب حمايته من وجوده بشارع بعد أن تخلى عنه زوه وقام الفريق بدرست حالته وتبين أنه يعاني من إعاقة حركية ويتقاضى معاشا تأمينيا استقبل وزير الموارد المائية وريها نيسوي لما كل من نائب رئيس البعثة الهولندية بالقاهرة إيفا وايتمان ومسؤول ملف المياه بالسفارة الهولندية لبحث السبل تعزيز التعاون بين مصر وهولندا في مجال إدارة المياه تم خلال اللقاء منقشة نوقف التعاون الفني بين مصر وهولندا في مجال الموارد المائية والأعداد لتمديد مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين للسنوات الخمس المقبلة كما تم استعراض الإنجازات التي تحققت في مجال التعاون الثنائي تحت مظلة برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا ودراسة إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج لضمان استدامة التعاون البحثي التطبيقي بين الجانبين تشارك شبكة القومية لخدمة الأشخاص ذوي الهمم في البرنامج التدريبي الذي تنظمه مؤسسة وغايف للتنمية المجتمعية وذلك لمدة ستة أسابيع يشمل أربى البرنامج تدريب المستفيدين من الأشخاص ذوي الهمم على مهارات التصويق الرقمي حيث سبق تدريب جلسة تعرفية حول أهداف الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الهمم وكيفية الاستفادة من خدماتها للتدريب وتوظيف مشاهدين الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة مع مرنة إيهاب إليك مرنة شكرا دينا شكرا أدا أهلا بحضراتكم هذه جولة اقتصادية جديدة محليا عالميا عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لقاء مع رئيسة شركة هانك المصر للتجارة والصناعة كارول ميلان تناول اللقاء مشروعات الشركة الحالية في مصر وتوسعات المستقبلية التي تعتزم الشركة تنفيذها في السوق المصرية من جانبها قالت رئيسة الشركة شركة هانك المصر إن السوق المصرية تمثل محورا انتاجيا وتصدريا رئيسيا للشركة خاصة أسواق دول القارة الأفريقية كما تعمل الشركة على زيادة صادراتها لمختلف الأسواق العالمية أكد وزير الكهرباء والتاقة المتجددة محمود عصمت على اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لموجهة تعدي على التيار الكهربائي وتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء والتاقة المتجددة محمود عصمت ورئيس شركة السويدي إلكتريك أحمد السويدي والوفد المرافق له وتطرق الاجتماع إلى بحث إمكانية العمل المشترك في مجال توزيع الكهرباء في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعظيم عوائد الشركات أكد وزير الكهرباء محمود عصمت أن هناك تعاونا كبيرا وشاركات ناكحة مع الشركات الإماراتية في إطار استراتيجية التوسع في الطاقة المتجددة وتخزينها لموجهة أوقات ذروة والأحمال المرتفعة جاء ذلك خلال استقبال وزير الكهرباء سفيرة الإمارات لدى القاهرة مريم الكعبي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة من جانبها أشهدت سفيرة الإمارات بما شهدته العلاقة المصرية الإماراتية من تطورا متسارعا حيث باتت نموذجا يحتدمه في التعاون العربي قرر وزير البترول وثروة المعدنية كريم بدوي تشكيل لجنة استشارية للعمل على زيادة انتجية الحقول وإدارة الخزانات البترولية وفق النهجة العلمية والعملية وتعقد لجنة اجتمعها دوريا لمتابعة توصيات ووضع أليات التنفيذ والمتابعة ودعم العاملين وتدليل العقبات بصفة مستمرة أطلقت مصر أول سوق طوعية للكربون في مصر وأفريقيا وأول عمليات التداول على شهادات خفض الامبعثات الكربونية وعمليات التداول على شهادات خفض الامبعثات الكربونية وأكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن السبب الرئيسي في خروج هذه السوق إلى النور هو الحاجة إلى الوفاء بالتزامات مصر في اتفاق باريس من جانبها أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي راني المشاط أن تتشين أول سوق توعية منظمة لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون يعد إحدى خطوات مصر في مسيرتها نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية وخلال مشاركتها في المؤتمر أكدت وزيرة التنمية المحلية منال عوض على أهمية دور القطعين الخاص والأهلي تجاه خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونشر الزراع العضوية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 أعلن وزير الإسكان شريف الشربيني طرح المرحلة العاشرة التكملية بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج وأشر الوزير إلى أنه يجرى تحديث الموقع الإلكتروني للمشروع ليتضمن 1450 وحدة سكنية بمواقع متميزة بمدن القاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ودمياط الجديدة وحضائق أكتوبر ومدينة السادات والمينيا الجديدة كما أكدت الوزارة أنه سيتم السماح لمن أرسلوا تحويلات بالمرحلة العاشرة باستكمال قيمة الدفع المقدمة للوحدة السكنية الجديدة المرات حجزها في حال الاحتياج شريطة أن يكون الاستكمال لحجز وحدة سكنية واحدة فقط وسيتم أضافة الاستكمال بنفس أولوية المبلغ الأساسي المحاول شهد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة سويسا وليد جمال الدين مراسم ما وضع حجر الأساس لمشروع إيراغلو جارمنتل الملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية ذلك بتعاون مع مجموعة إيراغلو جلوبل القابدة التركية وأكد وليد جمال الدين أن إجمالية استثمارات المشروع يبلغ 40 مليون دولار ويقع على مساحة تقدر بـ 64 ألف متر مربع ومن المخطط أن تكون هناك توسعات مستقبلية للمشروع بمرحلة ثانية على مساحة تقدر بـ 400 ألف متر مربع أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات باسل رحمي أن التعاون بين مؤسسة أبو هشيم الخير وشركة بلوتون لتمويل المشروعات الصغيرة وشركة بلوتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور السفيرة نبينا مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في أسواق البترولة العالمية تراجعت أسعار النفطة لتنتهي سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام وهبطت العقد الأجلة لخمي برينت بنسبة تقدر بـ 5 من 10% لتصل إلى 81.89 دولار للبرميل كما خسرت العقد الأجلة لخمي غرب تكسس الوسيط الأمريكي بنسبة 5 من 10% ليصل إلى 79.63 دولار للبرميل يتي ذلك فيما ارتفعت أسعار المزوط عالميا بنسبة 1.2 من 100% لتصل إلى 2.34 دولار للتر كما صعدت أسعار الغازي الطبعية بنسبة 1.4 من 100% لتسجل 2.7 من 100 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أبقت وكالة أطاقة دولية على توقعاتها لنمو الطلب على النفطة في 2024 لكنها عدلت توقعاتها لعام 2025 أرجعت ذلك إلى تأثير ضعف الاستهلاك الصيني على النمو الاقتصادي وقالت وكالة الطاقة الدولية أن نهاية الانتعاش الاقتصادي في فترة ما بعد جئاة كورونا في الصين حدت من الطلب العالمي على النفطة لكن الاقتصادات المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة عوضت تلك الخسارة كما أضفت أن موسم السفر الصيفية بالسيارات في الولايات المتحدة من المقرر أن يكون الأقوى منذ الجائحة وأن تخفضات الإمدادات من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها أوبيك بلوس تؤدي لتقليل المعروض الفعلي نهاية أخبار الاقتصاد وعود مرة أخرى إلى دينا وأدا شكرا لك مرنة تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان سمير الإسكندراني الذي ولد في الثامن من فبراير عام 1938 ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2020 عن عمر نهز 82 عاما قدم سمير الإسكندراني عبر مشواره الفنية عشرات الأغاني المميزة مثل من اللي قال وطلع من بتابوها جمع بين موهبتي الطرب والرسم ولد سمير الإسكندراني في حي الغورية بالقاهرة في عام 1938 لوالد كان يعمل تاجرا للأثاث وكان محبا للفن وصديقا لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين مثل زكريا أحمد وبيرام التونسي وأحمد رامي التحق سمير الإسكندراني بكلية الفنون الجميلة ودرس اللغة الإيطالية ثم دعاه المستشار الإيطالي في مصر لبعث دراسية في إيطاليا وهناك ذهب لاستكمال دراسته بمدينة بيروجيا الإيطالية في عام 1958 وهو في عقده الثاني حيث درس وعمل بالرسم والموسيقى غنى الفنان سمير الإسكندراني في مشواره عددا من الأغاني الوطنية منها يا رب بلدي وحبيبي وابن مصر وفي حب مصر ويانيل وأبريت الغاليا بلدي وكذلك عدة أغاني عاطفية وخفيفة مثل قولوا لحبيبي وطلع من بيت أبوها بالإضافة لعدة أغاني بلغات أجنبية دراميا وسينمائيا شارك سمير الإسكندراني في مسلسل ملحمة الحب والرحيل في عام 1986 ومسلسل الطحونة الجزء الأول في عام 1984 وفيلم دقات على بابي في عام 1989 ومسلسل الوليمة في عام 1979 وبعد مسيرة حافلة رحل سمير الإسكندراني عن الحياة في الثالث عشر من أغسطس من عام 2020 عن عمر الناهزة 82 عاما بعد صراع مع المرض ليترك إرثا فنيا فريدا وتاريخا حافلا بالعمل الوطني وختم نشرة هذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار الرئيس السيسي يوجه بزيادة إرادات الدولة والتركيز على تعزيز الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية مصر تدين اقتحام وزيرين ومئات المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى وتؤكد أن التصرفات الإسرائيلية خرق للقانون الدولي مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة اليوم لبحث مجزارة مدرسة التابعين والتي راح ضحياتها أكثر من مئة شهيد وعشرات المصابين مشاهدين الكرام وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري شكرا لكم إلى اللقاء إلى اللقاء